لما بيحصل هجوم من بكتيريا أو أي كائن ممرض زي الجرسين مثلا واللي بنقول عليهم اسم pathogens بيكون في نوع معين من خلايا الدم البيضة اسمها phagocytis يعني خلايا بلعمية الخلايا دي بتحمي الجسم ضد أي كائن ممرض عن طريق عملية اسمها phagocytosis يعني عملية البلعمة اللي بيحصل هو إن البكتيريا أو الكائن الممرض أي إن كان لما بيدخل جسم الإنسان بترتبط به الخلايا البلعمية بواسطة مستقبلات وتبلعه وبتغلفه داخل تجويف الخلايا البلعمية بتحتوي جواها على حاجة اسمها الليسوسومات ودي كده زي فجوات جواها إنزيمات هاضمة الخلايا البلعمية بتدمج الليسوسومات مع البكتيريا فتبدأ إنزيمات الليسوسومات إنها تقتل البكتيريا وتخدمها وبعد كده بتخركها خارج الخلية والعملية دي معروفة باسم عملية البنعمة أو فاجوسيتوسيس